النهاردة أو مبارح الحياة بعد انتهاء مباراة مصر والجزائر انتهت فترة التوقف الدولي الآن يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيمبل تنزاني في افتتاح النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم البطولة الأغلى في تاريخ القرى الإفريقية من حيث الجوائز المالية وزي ما دايما بتكلم مع حضراتكم ان هذه تجربة جديدة والنادي الأهلي دائما ما يسعى لأن يكون البطل في التجارب الجديدة أو في كل التجارب الجديدة زي ما كان هو دائما البطل في التجارب القديمة زي دوري أبطال إفريقيا والكلام ده كله النهاردة شهدت عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات النادي الأهلي شناوي حسين الشحات محمد هاني ياسر إبراهيم مروان عطية محمد عبد المنعم أحمد نبيل كوكا والأهل الحقيقة بصفوف مكتملة بعيدا عن طبعا إن شاء الله عودة علي معلول علي معلول كان عنده مباراة النهاردة أمام المنتخب الياباني ولكن لم يلعب هذه المباراة المنتخب التونسي خسر 2-0 ولكن علي معلول لم يشارك في هذه المباراة وسينضم إلى بعثة النادي الأهلي في تنزانيا إن شاء الله خلال الأيام القادمة زي ما حضراتكم عارفين يوم 18 بكرة إن شاء الله ستسافر بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا لملاقات نادي سنبا التنزاني في أولى مباراة الدوري الإفريقي المباراة سنبا زي ما بقول لحضراتكم طوال هذا الأسبوع لن تكون مباراة سهلة لن تكون مباراة سهلة محدش يفكر في النص نهائي محدش يفكر في المباراة اللي بعد كده من فضل حضراتكم فكروا في حاجة واحدة فقط فكروا في مباراة سنبا فكروا في مباراة يوم الجمعة اللي جاية إيه اللي حيحصل في هذه المباراة وبعد كده نفكر في مباراة العودة لسنبا وبعد كده نشوف النتائج هتودينا الفين عمر ما كان دا تفكرنا إن احنا بنفكر في المباراة اللي بعد القادمة احنا بنفكر فقط في مباراة يوم الجمهة كل ماتش وله اهميته احترام المنافس واللعب على الفوز خارج الملعب وداخل ارضنا هو السمى المميزة للاهل طوال تاريخه في المنافسات الافريقية وبالتالي احنا اهتمامنا كله منصب على مباراة سيمبل تنزاني وعلى اللي حيحصل في هذه المباراة وعلى مدار النهاردة وحلقة بكرة ان شاء الله هتكون او دايما هنتكون بنتكلم عن كل التفاصيل الخاصة بالنادي الاهلي وكبان سيمبل تنزاني وشكل البطولة الجديدة ودايما بتكون الخطوة الاولى مهمة جدا 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 الخطوة الاولى لما بتتعامل بيبقى فيها لما بتحصل الخطوة الاولى وبيكون فيها نتائج ايجابية بتكون دافع كبير جدا جدا لتحقيق المزيد والمزيد والوصول الاهداف للاهداف اللي احنا عايزينها وهدفنا دايما والصعود والحصول على اي بطولة بيشارك فيها النادي الاهلي سواء قديمة او جديدة ولكن كل حاجة خطوة بخطوة هدفنا هو المباراة النهائية هدفنا هو ان احنا ناخد هذه البطولة ولكن خطوة بخطوة بخطوة حتى نصل الى النهاية البعثة هتسافر بكرة العصر ان شاء الله الى تنزانيا لاستعداد لمباراة يوم الجمعة وحتكون البعثة برئاسة الاستاذ طارق انديل عضو مجلس ادارة النادي الاهلي اشتركوا في القناة